سعال هل أمو إلينا الضفو عمو يزيد تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي وباليدك الإلكتروني مرحبا بك إذا سجلوا يا أطفال شوية على الصبر وحي نستضيفكم إلى هنا بس كنا متشوقين باش نشوفكم إن شاء الله في بداية كل حصة نتكلموا على أيام دولية اليوم كان يوم دولي مهم هو اليوم الدولي للتضامن الإنساني يصادف يوم عشرين ديسمبر في هذه الفترة إذن التضامن الإنساني تحبوا التضامن يا أطفال على بركم بالليف في الحياة نتعنا الناس متفهوتين يعني كالمحتاج كالمريض يعني وكل ما يكونش التضامن ما يقدرش يكون المجتمع متوازن إذن لازم يكون التضامن لازم الغني يصدق على الفقير ولازم حتى التضامن في مبيناتنا مثلا المأساة أي شيء التضامن هذاك ممكن أن تخطوه السعاب يا قياد أطفال لازم التضامن تحبوا الألغز ما هو الشيء الذي لديه يديني من غير رأس ورقبة من غير رجلين وعيد اللغز لكم أصدقائنا إذن لما يشوفوا فينا يقدروا يجاوبوا على اللغز بهذه الطريقة عبر الانترنت عبر موقعنا عمويازيت.com أنت كذلك جاوب وربح عن طريق الانترنت مع آقل اكتب عمويازيت.com اضغط على زورة جاوب على اللغز املأ الاستمارة ما تنساش رقبك الهاتفي بلدك الإلكتروني والجواب على اللغز رايح تربح هدية قيمة مهدات من طرف شركة آقل 15 سنة في خدمتكم اسم الطفل الفائس في الحصة الماضية يظهر أسفل الشاشة مبروك عليك الهدية إذن اللغز قال ما هو الشيء الذي لديه يديني من غير رأس ورقبة من غير رجلين إذن فكروا جاكم سعيب معلش تما شاطرين فكروا إلى غاية نهاية الحصة انتم أصدقائنا لا يشوفوا فينا ونروح وضركا مع نها باش نكتشفوا شخصية مهمة جدا في الكفاح الجزائري هو ربح جامع تفضلي تفضلي نها مرحبا بك تفضلي نها تصفيقها تصفيقها على نها تفضلي بلتي مساء الخير مساء النهور أسماء بقيت محفورة في الصفحات المدونة عن تاريخ الجزائر اليوم سنتعرف على اسم من هذه الأسماء إنه رابح جامع كان عسكريا جزائريا برتبة كولونال عميد أثناء الثوات الجزائرية وقائدا مساعدا في منطقة الميلية هلد في الثالث والعشرين مارس الف وتسعمائة واربعة وعشرين في سيد عبد العزيز جيجل من أب كان يمتهد الفلاحة الحقه والده بالكتاب لحفظ القرآن الكريم وفي عام 1930 التحق بالمدرسة أين درس الابتدائية ثم المتوسطة لكنه توقف عن الدراسة بسبب الظروف التي كانت تعاني منها الجزائر في ظل الاستعمار الفرنسي في عام 1942 سافر إلى الجزائر العاصمة أين اشتغل في التجارة فضلا على ممارسته للملاكمة كما كان يناظر سياسيا لصالح الحزب جبهة التحرير الوطني مع اندلاع الثورة التحريرية الجزائرية عام 1954 التحق بصفوفها في شهر يدناير عام 1955 أين كان مسؤولا عن منطقة الميرية أوكلت له مهمة جمع السلاح رفقة علي كافي رئيس الجزائري فيما بعد حيث سافر إلى تونس في مهمة سرية استشهد في الميلية بولاية جيجل عام 1961 رحم الله شهدائنا الأبرار شكرا 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 بنتي شكرا نوها يتكسحة إذن المجد والخلود لشهدائنا الأبرار يا أطفال تكلمنا مقبلة على التضامن وعلى التعايش كي باش نقدرون نعيشوا في المجتمع على باركم باللي واش هو الشيء المهم في المجتمع اللي لازم يكون عندنا كامل بيناتنا باش نعيشوا في سلام وفي أمان شكرا يقدر يقول لي واسمك بنتي نورهان محمود شحل في عملك نورهان 9 سنين الله يبارك واش هو الشيء التضامن التضامن واش هو الشيء اللي لازم يكون بينتنا في المجتمع بيننا حتى نعيشوا ملع واش نازم التعايش واسمك بنتي فريال واش هو واش نازم نديروا لبعضنا بعض شيء مهم جدا التعاون 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 كذلك واش لازم التكافل الأغنية تعمق بيلا واش كنا نقولوا فيها شو ليعرف واش كنا نقولوا في الأغنية مقبيرة الاحترام واسمك بنتي انهار ريهن شحل في عمرك عشر سنين ويند السكني في بوسمايل اخيار تروحي تسلمي عليهم كامل خيار الناس واش لازم يكون بينتنا بنتي الاحترام الاحترام هذه لكي نحوص عليها عن ميزيد في الأغنية هذه نقول فيها يا أبتي هذا طفل يغني معاه ميزيد يقول لي يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الاحترام وننقول له معناه في السنة والإسلام ما بيكون ديننا الحنيف وسنة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فيهم فيهم سمات حسنة اللي لازم تكون فيكم يا أطفال الاحترام مهم جدا تغنوا معي يا أطفال نا يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنا الاحترام يا أبتي فامعنا في سنتنا والإسلام لما تخرج من بيتك لا ترفع صوتك بالحي فمريض يشكو ألم وعجوز نامت وساب لما تخرج من بيتك لا ترفع صوتك بالحي فمريض يشهو ألم وعجوزنا مكوصادي يا أبتا يا أبتا قل لي معنا الاحترام يا ابني فمعنا في سنتنا والإسلام هيا وقفر هذا صغير دين وصى وسنة وتحلى بالإحترام رجلا يكبرك سنة هيا وقفر هذا صغير دين وصى وسنة وتحلى بالإحترام رجلا يكبرك سنة يا أبتا يا أبتا قل لي معنا الاحترام يا ابني فمعنا في سنتنا والإسلام لما تدخل دكانا سلم على أهله دوما لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك ظلمة لما تدخل دكانا سلم على أهله دوما لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك ظلمة يا أبتا يا أبتا قل لي معنا الاحترام يا ابني فمعنا في سنتنا والإسلام لما تقصد بيتا ما لا تفتح بابا أبدا حتى تستأذن من فيه أو تسمع منهم ربا لما تقصد بيتا ما لا تفتح بابا أبدا حتى تستأذن من فيه أو تسمع منهم ربا يا أبتا يا أبتا قل لي معنا الاحترام يا ابني فمعنا في سنتنا والإسلام برافو 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 عجبتكم الأغنية؟ نعم واش رأيكم نروح ودرك الألعاب الخفة تحبوا؟ نعم إذن كامل مع مونسيم تفضل عمونسيم في ألعاب الخفة تفضل عمونسيم تفضل عمونسيم تفضل عمونسيم تفضل عمونسيم سلام عليكم يا أطفال تحبوا ألعاب الخفة؟ نعم اليوم أنا سوف ندركم لعبة مختلفة جدا هي لعبة وفي نفس الوقت اختراع جاءتني فكرة من الهاتف النقال أو الجهاز التحكم في التلفاز ألعاب لكم يا أطفال باللي الهاتف النقال نقوم بمكالمات هاتفية عن البعد قلت في نفسي لماذا لو نأكل أو نشرب عن البعد خليكم مع العرض لازم ليش كون وحدة فيكم ولا واحد زيت فضلي نره الله يبارك أسمي شباب حيونا نرهان أطفال تعرفوا هذا؟ هذا اللي يشربوا به في المشروبات هنا كان زر هكيتشوفين نرهان هنا زر؟ نعم خلي فيه لتك هكذا وهذا وشنوالات؟ قد تحبوه؟ الحليب الحليب نرهان يا تورا هل نستطيع أن نشرب عن البعد؟ تقدري؟ نعم ولكن بهذا نسي وتجربة شدي في يدك عند الإشارة قومي بالضغط على هذا الزر وشرب يا عند الإشارة تشوفوا بعنا واحد اثنان ثلاثة لكم تشوفوا نرهان هنا يتشرب عن البعد أحبسي شبي يا أحبسي زيدي؟ زيدي شبي يا برك شربته نرهان شربته نرهان شربته نرهان لحليب عجبك الحليب؟ أكيد هنا كذي نرهان شربته نرهان وما زلنا العرض له طويل والحليب يحتاجوه كيف سوف نديره؟ عندي فكرة كيف سنقومه باسترجاع الحليب لشربته نرهان سنقوم بسرعة كيف سنقوم بمبنه نرهان نرهان أروح هنا كاردي أشوفك ووقفي قبل يوم اتركي أذنك واحد اثنان اثناثة نزيد وزيد الأذن الأخرى واحد اثنان ثلاثة يقوموا تشوفوا الحليب مزيدو يبين نفك ها الحليب اللي استرجعناه من عند نورهان تحية حياة لنورهان شكرا 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 هاكم الناسين يا أطفال عجبتكم ألعاب الخفاء يلا اتركان نروح نحكي لكم حكاية الدب دب دوب يالا معي يا أطفال كما وعدكم راح نحكي لكم حكاية دبدوب وحد النهار دبدوب هدا يحب غير يلعب يحب يلعب يحب يمرح يدير القيلولة تحت الشجرة كيت عايت له يماه دايما يتماطل أيها راني جاي فنيان شغل فنيان ولا مبالات عنده وحد النهار يماه كان تترتب في المطبخ وكان لها سلوم هكذا سلم من بعد السلم هدك جراح يطيح هكذا كي جراح يطيح لها شداته هكذا وبقى تعيط له يا دبدوب يا دبدوب ويقول لها اي راني جاي اي راني جاي دبدوب دبدوب نحتاجك نحتاجك وقعد يدور قعد يدور يدور يلعب بيته ايه صحة صحة ني جاي يتماطل ويماه تقاوم في هذا السلوم هدك حتى طاح طاح هذا السلم طاح لها الحويش كامل كسر لهاها الأواني وكامل قرب طاح لها على يدها كسر لها يدها ومن بعد تخل دبدوب سب كل شي مكسر هكذا وكامل تخلع يماه وش بيك وش بيك وش بيك قلت له شفت مصبح ونا نعيط لك ونا نزقي لك على هات السلوم هدا وطاح الأواني وطاح خريبك سلي يدي وكامل بعد تفاجأ واستوعب الخطأ اللي دارو عنك يما هكدا وقالها يا يما خلاص ما زيش نعاود المرة الجاية كيت عايتي لي نجري هكدا وناخد لك الرأي يا يما مزيه مزيه ما مصره الكواله وكامل وهدي برافو 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 بوبي تصفيقها تصفيق على بوبي تصفيق على بوبي إذا لا يجب أن نؤجل عمل اليوم إلى الغد ففي الغد عمل آخر لما الولدين ولا المعلم ولا أي شخص يكلفنا بعمل ولا ينادي علينا لازم الاستجابة مباشرة يا أطفال لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد ففي الغد عمل آخر يا أخي أجبتكم الحكاية يا أطفال إذا لا يجب تأجيل عمل اليوم إلى الغد ففي الغد عمل آخر لحقنا دركان روكنا نحبه بزافه وركن الباريد نحن قرار رسائل اللي بعتهمنا أصدقائنا بوبي شوفي لعدنا باريد تاني باش أصدقائنا لم يشوفوا فينا يقدروا يا رسلونا عبر موقعنا الانترنت عمويازيد بوان كوم بالضغط على الزرار آراء وملاحظات كين الله يبارك أعطينا أنا نحب لقرار رسائل تأستقائنا الأطفال وأنتم تاني يا رسلونا يا أطفال شكرا شكرا بوبي أنا نسنوف رسائل نتعكم إذن الرسالة الأولى بحري عبد الحميد تسع سنوات من سيدي خويلد من ولاية ورقلا الله يبارك ناس ورقلا والجنوب الكبير قالكم نحبكم كامل الحصة رائعة جدا وأنت أروع يا عبد الحميد من ورقلا من سيدي خويلد خير ناس نسلم عليكم كامل الرسالة الموالية نايم بشرة عشر سنوات من مدينة سعيدة الله يبارك ناس سعيدة الغرب الجزائرين حيوكم قالت لك أنا نحبكم بزاف وحبا نشارك معاكم يا بشرة مرحبا بك مارك إلى توجه الموقع لأنترنت عمويزيت.com تدقتي على الزرار شارك في حصتنا وراحين حتما نكلمك بالهاتف الرسالة الموالية العربي شمس الدين تم سنوات من مدينة خريسية من الجزائر العاصمة قالك أتابع الحصة يوميا وأتشوق للحضور في البلاتو قالك وحبي الكبير لألعاب الخفة ودعابة عمويزيت الله يبارك شمس الدين إذن أوليدي مرحبا بك مارك إلا تسجل وحتما سوف نكلمك الرسالة الموالية بريكسي أيمن عبد المالك خمس سنوات من مدينة بومرداس قالك حصة ترفيهية مشوقة تعجب الأطفال وتسليهم شكرا شكرا أيمن عبد المالك بريكسي من مدينة بومرداس سلامنا لكل الناس بومرداس آخر رسالة على اليوم تقول من عند مكي ياسمين 11 سنة من مدينة راس الماء بيدو بيدو هذه مدينة راس الماء قرب مدينة سيدي بالعباس هي ولاية سيدي بالعباس نحية وكل الناس مدينة راس الماء ومدينة سيدي بالعباس قتلكم أود أن أشارك في المسابقة لأنها مفيدة وجميلة بالطبع بالطبع بنتي ياسمين تقدر يتشاركي معنا في المسابقة وتقدر يتشاركي كذلك في الحضور عمو يزيدي يحتفظ بهذا الرسائل الجميلة هذه ونروح وركن آخر وركن نكت شكول عنده نكتة جميلة جيحكيها لي نكتة نكتة تعالي بنتي تعالي أروحي بنتي واسمك بنتي قادي قادي واسمك أنا هاريهان وينت سكني في بوسماعيل في بوسماعيل شحال في أمرك حاشة سنين الله يبارك حكينا نكتتك بنتي قل لك واحد المرأة عندها ثثة أولاد واحد اسمه سالة واحد اسمه عالة واحد اسمه خافيش قل لك المعلمة عطت لهذيك الأم قلت لها رواحي بش تشوفي العلامات تغشت قلت لها تقول علامات بلاه على أمه الله يبرك بنتي شكرا 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 جميلة 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 شكو اللي عندو تعالي بنتي تعالي رقيا تعالي بنتي تعالي تعالي جيبي وش عندك تما؟ جيبي هادك جيبي أرواحي بنتي تعالي 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 بنتي أرواحي اوقع دي قدامي اوقع دي هنا اوقع دي قدامي اطلعي بنتي اوقع دي والا واسمك بنتي رقية رقية وينت سكني من أفل في أفلو 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 وليت الأغواط خيار الناس ناس أفلو وناس الأغواط شعن في أمرك بنتي؟ خمسة سنوات اوه خمسة سنوات وش هادة اللي عندك هادة بنتي وش هي هادة؟ هادية هادية لي من؟ لي من؟ تعق تعينا العمو يزيد اوه بوسيني بنتي بوسيني شكرا هادة زربية تقليدية من مدينة أفلو نعتزوا بها الله يبارك شكرا بنتي شكرا شكرا يا الشاطرة هاي يا بنتي ارجعين مكانك شكرا تحياتي للولدين ويعطيك ساعة لهذه الهدية الجميلة يا أطفال حقنا ذلك الركل الإجابة عن اللغس ما هو الشيء الذي لديه يدين من غير الرأس ورقبة من غير الرجلين؟ وقال انت شكرا 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 راشا شكرا السيتارة السيتارة لا لا مش السيتارة شكولي عنده الجواب 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 هل من جواب ما هو الشيء الذي لديه يديني من غير الرأس ورقبتهم وغير الرجلين تعالي بنتي وقفي هنا تذكرهم باسمك اسمي هانيا سيدي حمد سيدي حمد حال في عمرك عشر سنين سحابة لا لا مش السحابة تعالي بنتي تعالي ذكرهم باسمك انهاريها الله يبارك قميص القميص نقبل الإجابة القميص هو الثوب نقبلها 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 اذا بنتي تعالي 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 أعطيه الهدية تعالي بنتي احنا الأطفال الشاطرين دائما نعطوهم هدية ليجابوا على اللقس عندك كوب عم ويزيد تشرب فيه الحليب ولا الماء تستفادي به وعندك كذلك ثلاثة سيديهات تعم ويزيد لينتجهم في سنتين في كل سيدي عندك 22 أغنية من حقي الطفولة معلمي ومبروك عليك النجاح اذا بتوفيق بنتي اربي وفقك شاطرة شاطرة بنتي الله يبارك الله يبارك عدنا اليوم عيد ميلاد هانيا عشر سنوات تعالي هانيا اروحي اروحي بنتي تعالي تعالي اذا احنا نغنو الهانيا عيد ميلادك أحلى عيد واصدقائنا يروحوا يجيبوننا القدو تعالي هانيا يلا عيد ميلادك أحلى عيد ربك تبلك عمر جديد الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد الله يبارك فيك ويزيد وقل لك عيد ميلاد سعيد من الثباب يدك نتمنى صحة وسعادة وهانا شرع يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أخرى شرع يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أخرى موسيقى يا بانين ويا بانات يلنطير فارونا بس أنا مراح غني نفرح ونعشوا أحلى الأوقات بس أنا مراح غني نفرح ونعشوا أحلى الأوقات موسيقى هذه الحلوى لك جبناها وشمعك فيها زرعناها بس ما كنتا سيّبناها للا حلوى يا محلاها بس ما كنتا سيّبناها للا حلوى يا محلاها موسيقى 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 قاله موسيقى موسيقى خلف سنة حلوى يا جميل سنة حلوى يا جميل إذن بنتي عشرة، تسعة، تمانية، سبعة، ستة، خمسة، ربعة، ثلاثة، ثلاثة، واحد برابو طفشما برابو إذن أعطيني الشهادة تاحا إذن هاني يا بنتي عمو يازيد يهدي لك هات الشهادة شهادة إنجاح تصوير حسة معمو يازيد في هات الظرف الجميل وانتوما كامل كيتخرجوا منا كل واحد عنده الشهادة ديالو وانتي بنتي بما أنك رسلتين بخمس قاسبات من علب حليب رامي على صندوق باري 42 ألف سطولي العاصمة رامي رعي برنامج معمو يازيد يهدي لك هات الدراجة هذه إن شاء الله تستفادي بها بنتي تحبيت دراجات هاي برافو وانا ما بقى لي إلا نقول لكم بقوا على خير سنونا في الأسبوع المقبل نفس القناة نفس التوقيت نحبوكم يا أطفال لا تحزنوا حنال ودايا أصدقاء كل الأياد في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمه يازيد لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمه يازيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر